غلق مقر البلدية من قبل المواطنين ظاهرة جديدة طفت على السطح مؤخرا طريقة جديدة في الاحتجاج كآخر ورقة في يد مواطنين ملوا من الوعود التي يقدمها المسؤولون المحليون من أجل دفع عجلة التنمية وصلنا لهذه القطرة لأفضة الكأسي ما قد ديناش نعانو تهميش نقص التنمية عدنا حوالي 3000 طالب في السكن يجيبونا في تقوطة حساكة 50 كائن هنا اللي رأى مغبون بالبزيف تعددت الأسباب والمتهم واحد رئيس البلدية والمجلس المنتخب ورأى دفع المواطنين لغلق مقر البلديات عبر مختلف ولاية الوطن يقول المحتجون من العام اللي تم تنحيته مؤخرا جحتل هنا يقول وعودة أهمت نفذت شي بالاختصار هم هذا المجلس مخدم والو مراناش محتاجين هيقعد هنا وخلاص خصنا التنمية خصنا السكن المرزة وليدك كله ما كله أخوه كله يموت لك فطريك والله ما يلحق عايش والله غير الميت فطريك قال له بسكو احنا هنا اللي اللي يكتعنا قال لك لازم لها 15 15 طبيب انا بده ندلك المناوبة مصطفى باشا هنا غلق مقر البلدية وسيلة حديدة لغالبية الاحتجاجات بمعظم مناطق الوطن وسيلة لم يألفها المواطن الجزائري والتي عطلت مصالحه نتيجة تجميد نشاط البلدية فأمام تعنت المسؤولين وإصرار المواطنين تبقى البلدية رهينة صراع ومجرد هيكل دون روح